الله يا صوت الوطن الله يا صوت الرجال الله أيها الأوفياء هنيئا لكم الشهادة هنيئا للأمهات التي أنجبت أبطالا هنيئا للعراق برجال أذاذ تحد الموت فصرعوه يعرفون متى يموتون وهم الشعب الوحيد في هذه الغبراء كلها يعرفون قدرهم ويتحدون الموت بصدور فارغة وكيف لا وقد تعودوا على الشهادة وقد ورثوها بل رضعوها من صدور أمهات في كل الأزمنة كانت سواب يخيم على أجسادها وعلى قلوبها لأنهم كان في دمهم مكتوب عراق وكان على جبينهم يطمحون أن يضعوا الحرية سلما يمشون عليه خطوة خطوة صلاح العراقي كوكبا جديدا يلتحق بكواكب الرجال لم يمت صلاح بل مات قتلة صلاح بل مات من أوحى إلى هؤلاء الجرذان أن يقتلوا صلاح صلاح عراقا كبيرا راية علما والذين سيلتحقون بصلاح وكلنا سنلتحق بصلاح لننال هذا الشرف الكبير ماكو أحد يضلعايش بس خلدي اسمع الجبناء اليوم القتلة أصحاب الكواتم كيف عندما يموتون وكيف عندما ظل صلاح حيا وليسمع الأصوات الخافة التي تخشى أن تقول كلمة الحق يا لعظمة أم صلاح ويا لسعادة أبا صلاح وأولاد صلاح وزوجة صلاح ويا لهذا الوطن بهؤلاء الرجال خسئتم وخسأت كواتمكم وخزت قادتكم وزعماءكم ومليشياتكم هؤلاء هم العراقيون الرجال الذين سيحفرون لكم قبور إن كانت الأرض تقبلكم صلاح وحقك وأنت في قبرك كل العراقيين سيكونون صلاح مثل ما كانوا في الأمس صفاء سيقتلون وستنجب الأمهات وسترضع الأمهات وستعطي للوطن الأمهات يا لصبر العراقيات تباوى على طولة تحسب له شبر شبر ومن يكبر ويحلى بالعين تطيل الوطن وتحزمه صلاح ابن السفارة صلاح جوكري صلاح العدة بسطية ببغداد الجديدة صلاح القاعد يجار صلاح ما مات ولكن وحق القطرة الشهيد كل رصاصة غدر تصدر منكم ومن كواتمكم ستكون وبالا عليكم وسيكون لنا وقفة معكم أمام الله شكرا